ضربات المغرب الاستباقية ضد الإرهاب تجنب فرنسا وقوع حمام دم بفضل معلومات دقيقة قدمتها أجهزة الاستخبارات المغربية للسلطات الفرنسية تبكنت الأخيرة من تحييد مخاطر مشروع إرهابي وشيك كانت تتأهب سيدة فرنسية من أصول مغربية لتنفيذه المغرب قدم معلومات دقيقة من الناحية الرقمية كذلك يعني أنه أعطى المعلومات أو ما يتعلق بهذه الشخصية التي كانت تقوم بعمل إرهابي في كنيسة في فرنسا المغرب لديه شبكة واسعة من الخبراء الذين يعرفون كيف تتحرك هذه الجماعات الإرهابية وكذلك يدركون وسائل هذه الجماعات وعلاقاتها المتشعبة لديه إمكانية كبيرة للوصول إلى المعلومة تنسيق أمني استخباراتي يعكس حسب خبراء انخرط المغرب في التعاون الدولي من منطلق موقعه كشريك استراتيجي وعضو نشيط في التحالف الدولي في مجال محاربة الإرهاب المملكة المغربية منذ التفجير الأنس سبتمبر 2001 من خارطة المملكة المغربية بشكل لا مشروط وبشكل مستمر لا رجعته فيه مع التحالف الدولي في محاربة الإرهاب والمملكة المغربية مستمرة في هذا المجال هذا وكتوفر جميع المعلومات للشركة للأوروبيين ولا الغربيين ولا العرب ولا العرب ولا الأفارقة فيما يخص محاربة الجريماء الإرهابية وهذا كان عنده نتائج كبيرة لأنه تم إحباط العديد من المشاريع التخريبية الانخراط الدولي للمغرب في التصدي للظاهرة العابرة للقارات عزز ثقة المنتظم الدولي فيه ثقة ترجمت قاريا باختيار الأمم المتحدة للرباط لإقامة مقر تابع لها يعنى بالتكوين في مجال محاربة الإرهاب في إفريقيا واختياره كشريك في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2016 حرب على الإرهاب يقودها المغرب منذ عقدين داخليا قاريا ودوليا تتطلب حسب مراقبين انخراطا أكبر للدول المعنية بشكل مباشر بالظاهرة ورفع درجات التنصيق والتعاون فيما بينها إلى أعلى المستويات فدور مرابطي قناة الغد أرباط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر